السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعتبر الدالة F وال G المعرفة كما يلي F معرفة من R زائد إلى R يعني من المجال المغلق صفر زائد ما لا نهاية إلى R أيضا الدالة G معرفة من R زائد إلى R صورة X بالدالة F هي 1 ناقل جدر مربع X صورة X بالدالة G لX هي 1 زائد جدر مربع X حدد مجموع الدالة F وال G وجداء الدالة F وال G لنحدد F زائد G مجموع الدالة F هو مجموع الدالة F والدالة G نعود F بقيمتها 1 ناقل جدر مربع X لدينا المجموع فليس هناك أي تغيير الإشارات G لX تساوي 1 زائد جدر مربع X لدينا هنا ناقل جدر مربع X زائد جدر مربع X فهما متقابلان فنشطب عليهم لأن مجموعهما صفر فباقي من مجموع الدالة 2 و 1 زائد 1 و 2 الآن نمر إلى حساب جداء الدالة F وال G تساوي F لX في G لX ونعود F وال G بقيمتهما كنا صورة X أو F لX هي 1 ناقل جدر مربع X مضروبة في G لX التي هي 1 زائد جدر مربع X 1 زائد جدر مربع X ونلاحظ هنا أنه لدينا متطابقة هامة على شكل A ناقص B في A زائد B تساوي A أس إتنان ناقص B أس إتنان يعني 1 أس إتنان ناقص جدر مربع X أس إتنان هذه متطابقة هامة 1 أس إتنان تساوي 1 ناقص جدر مربع X أس إتنان هو 1 ناقص X إذن جداء الدالة F وال G هو الجداء 1 ناقص X ومجموع الدالة F وال G هو 1 هو 2 مجموع الدالتين هو 2 وجداءهما يساوي 1 ناقص X لكن مع كون أس هذا هو اليوم الحالي أتأكد هي تفاصيله غزان عمشي أهل وطحر المتفجر عند العقصر وعند المرض وكثم جدرار من حالة مرافلة تفيدا عمشي الحالة تفادي وفي تطور الأخر أعظى قوام